ما بين سوتي والرياض وما نتج عنهما وما خفي تحت الطاولة يقبع في الغوطة الشرقية برف العاصمة السورية دمشق مدنيون يواجهون خطر الموت لوحدهم بالقصف حيناً وحصار خانق حيناً آخر أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية منذ أسبوعين وتشهد أحياء الغوطة الشرقية قصفاً عنيفاً بلا هوادة من قبل قوات النظام السوري والحليف الروسي لتتسع دائرة المعارك اليوم باتجاه مدينة جوبر في محاولة من قبل النظام التخفيف من حدة الاشتباكات الدائرة بين قواته وعناصر حركة أحرار الشام في محيط إدارة المركبات بمدينة حرستة التي بدأت قبل أيام الروس الذين وجدوا أن التقدم باتجاه مدينة حرستة ليكون بالأمر السهل بعد أن استطاع عناصر الحركة من صد تقدم قوات النظام بدأوا يروجون لانطلاق مفاوضات بوساطتهم تهدف لتثبيت خفض التصعيد إلا أن المعارضة العسكرية نفت كل ما أشيع مشترطة فتح ممرات إنسانية للدخول في هذه المفاوضات على الضفة الأخرى تستعد المعارضة السورية لإرسال وفد موحد للمشاركة في محادثات جنيف ثمانية المرتقبة يوم الثلاثاء القادم على ما يبدو أن رحيل رأس النظام بشار الأسد ليكون شرطاً مسبقاً للبدء في المحادثات في وقت يعلنها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا أن الانتخابات ووضع دستور جديد للبلاد سيكونون على الطاولة الجامعة للأطراف المشاركة في جنيف ثمانية فهل تكون الاجتماعات القادمة استكمالاً لما وضع في جنيف واحد وممراً لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2245 أم أنها ستمهد لجنيف تاسع ما يعني استمرار لما هو حاصل اليوم